محور البنية التحتية والبيع أحد المحاور ذات الأولوية التي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيسياً للنمو بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 نعم ولهذا تم تخصيص هذا المحور الحيوي ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي تعزيزاً لمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد الاتجاهات العامة للعمل الحكومي ضمن فريق البحرين الواحد وبما يصب في تطوير العمل الحكومي وزيادة كفاءته وفعليته جاء محور البنية التحتية والبيئة لمواصلة تعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن محور البنية التحتية والبيئة يعد أحد المحاور ذات الأولوية التي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيسياً للنمو بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما أن التطلعات المستقبلية لمحور البنية التحتية والبيئة ستسهم في توفير المناخ المناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية بتنافسية كبيرة عبر ما توفره مملكة البحرين من حلول تلائم المتطلبات المستقبلية بكفاءة حيوية من هذا المحور الحيوي تم استخلاص ست سياسات تندرج تحتها 27 مبادرة لتكون هي اللبنة الأولى لوضع التطلعات القادمة وهي ضمان التطوير المستدام في البنية التحتية تحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية توفير بنية تحتية داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى تعزيز الأمن المائي والغذائي ضمان استدامة الموارد والطاقة ومواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة ترجمة نانسي قنقر